اشتركوا في القناة الهجرة الغير الشرعية وكذلك إيجاد حلول هذه الظاهرة مثل هذه اللقاءات تساعد في بلولة متوافقة عليها حول قضايا الهجرة الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرط طاقة كل المهاجرين من أجل التنمية هو شعار النسخة الحادي عشر من المنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي افتتحت فعالياته بمدينة مراكوش وذلك بشاركة بين المغرب وأرماليا والتي نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغارب المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة لما أصبحت عليه الهجرة في البلدان التي تواجه مشاكل حد فيما يخص الاندماج وسوق الشغل وأشار الوزير المنتدب المكلف بالمغارب المقيمة بالخارج أن المغرب بفضل رؤية الملكية أصبح مقتنعا بضرورة الانتقال من التدبير الوطني لملف الهجرة إلى التدبير القارية مدام أن صاحب جلالة نصر الله ورائد الهجرة في إفريقيا وتقدمت أجرون دملكية من خلال القمة 30 لانعقدات بأديس أبابا وكان فيها ثلاث مرتكزات لأول مرة إفريقيا تعطى بأن الهجرة رافعة للتنمية إذن انسجام تام وكامل مع منظومة الأمم المتحدة والتي تخلق فيها إجماع بفضل هذا التواجد الملكي وهذه الإرادة الملكية وهذه القناعة الملكية يوجد أن الهجرة هي من آليات لخلق تضامن أفريقي أفريقي وبالتالي لا يمكن فقط الدول الغنية تكون مرتاحة والدول الأفريقية تكون تتعاني إذن خلق تضامن أفريقي وبالتالي تعاون جنوب جنوب كذلك الحضور دينا كصحفي سواء من حيث الانتباء للتنظيم أو من حيث المهنة هو حضور ضروري بالنسبة لهذه القضية التي تعنينا أولاً من حيث القرب لأنها تعني قارتنا ومعالجتها اليوم هي معالجة صعبة جداً لأنه أصبحنا في قلب المشكلة وأصبحنا جزء من المشكلة لأننا سنعالج قضية الهجرة بأدوات مهنية تتجاوز آليات نظر إلى الآخر بطريقة عنصرية وسنكون ملزمين على أن نصل صوتنا أممياً لمعالجة مغايرة لقضية الهجرة باعتبارها قضية إنسانية لأننا سنعالج قضية الهجرة بأدوات مهنية في المنطقة الشرقية تتجاوز أكبر جالية على سعيد المغرب الشرقي من حيث المغربية المقيمة بالخارج والجالية التي تتجاوز الآن في قلب الهجرة تعتبر من أهمل جاليات لأنها تجيب بعض الخيرات للبلاد يمكن أن نبدا منيكون ملزمين على المغرب الشرقية ويبقى أننا بنا أعطاء الحرقات للمغرب الشرقية لأننا في المحن الهجرة لأننا ما يقومون بمجرد حقاً بأدوات المغرب الشرقية الحجرة تتجيئة جيداً ينستخدم هذا المهتمم نحن نظام عمراني من 86 مرات ونظام ونظام عمراني للمشاهدين هذه المشاهدة من المشاهدة هي مهمة جداً جداً لتجمع المجتمعين، لتجمع المجتمعين، ويحباً لتحاول إلى المنطقة للهجرة. في اليوم الثاني من فعاليات المنتدى العالمي للهجرة، قيمت بقصر المؤتمرات بمدينة مراقش، مجموعة من الوراشات ونقاشات معمقة حول قضايا الهجرة والمهاجرين في محاولة البحث عن حلول والإجابة على تثاؤلات عدة. الهجرة الآن أصبحت من مواضيع الساعة على مستوى الدولي وعلى مستوى العلاقات بين الدول وأصبحت الثاني كذلك من أهم القضايا التي هي عندها أبعاد سياسية وطنية وأبعاد سياسية دولية. لهذا هناك مسلسل الذي بشرته كثير من الدول تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تناول قضايا الهجرة في كل أبعادها. وكانت محطة ديال نيويورك اللي هو تكلمه يعني على المهاجرين وعلى اللاجئين والآن كنا محطة مراكش ليكون فيها المتاق الدولي حول قضايا الهجرة. وهذا يعني المتاق ديال مراكش الآن موجود ملتقى ملتقى الهجرة اللي هو في نسخة جديدة ويعقده في المغرب. وهذا يعني المتاق ديال حديث عن قضايا وطنية ممارسات جيدة، بعض الحلول، بعض السياسات التي تنتجوها الدولة، وكذلك بعض الشرطات التي تفعلها المتاق الذي سيتم توقع عليه لأسبوع القادم. من السحوات المتاقر الأنم يتحدث عن ديالنا والجمع الحاجة الدولة، فاني مقابل سيحوش طويل قضايا الهجرة على سبيل موضوع القادم. سنة من المتاقر في الرافجات الأنم يتظم الآن من المبقبول الأنم semester، كما تضرب في المغرب السوجات التقديم القادم يعني في الأقرار الأنم في المغرب التالي. وهذا يمكن المتاقر مع المغرب التالي من المغرب التالي المغرب التالي لأسبوع القادم في القادم. هنا احضر على علم شباب قد يجربة بعض البحرات ويجربة القدر يجربة على الوطر التارتكتران تجربة الوطر التارتكتر لتصبح العالمين أنا أعطر 18 شباب قد تجربة لحصول التواصل على المتعبات ليس له سوى المتجربة ومتطبه كانت منهم إيدي بالعرفة من المخصصة إلى المعارضة التي وجهت الأمر بجلسة التغير منجحاتيين ويساعدة المنحلة على المعارض في الوطنية. دونة مراجعة منتجحة في الوطن المنطقة التي جدت تكونener فيهما خلالي ، مرتفع بيليل ، شخصًا ، ، ولكن يوم الثالث والأخير من المنتدى العالمي للهجرة أشار الوزير المنتدى بالمكنف بالمغارب المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة أن أهم الخلاصات التي تم الخروج بها هي اعتبار الهجرة جزء أساسي مساهم في التنمية وتدبير الهجرة يجب أن يتحول من تدبير تقليدي إلى رؤية متكاملة أهم الخلاصات هو اعتبار الهجرة جزء أساسي مساهم في التنمية في السنوات السابقة وبالمقاربة التقليدية كانت الهجرة تعتبر فقط بدوافع اقتصادية محضر لتغيير الوضعية المعيشية اليوم هناك مقاربة متعددة تعتبر أن تدبير الهجرة يجب أن يتحول من تدبير تقليدي إلى رؤية متكاملة وهذا رؤية متكاملة منطلق ديالها كان 2015 عندما أكدت الأمم المتحدة من خلال وثيقة التنمية المستدامة على اعتبار الهجرة جزء أساسي متنمية وكذلك إعلان نيويورك 2016 حول المهاجرين وحول اللاجئين واللي أعطان انطلاق الفعلية للتفكير والتحضير وسياغة المتاق معنى هذا أن الهجرة هي رفعة التنمية معنى هذا أن ننتقل من فكرة تدبير الأحادي اللي كانت نعتبر الهجرة هو مجال سيادي إلى تدبير وطني بمعنى أن كل الدول ستبنى أو عندها سياسة وطن الهجرة وستنتقل ما هو وطني إلى ما هو إقليمي جهوي باعتبار التعاون تيفرض نفسه أساسي وإلا من قدر أن نديره تدبير محكم للتدفقات البشرية كذلك اعتبار بأنه إمانيكون تدبير وطني وإقليمي جهوي فا تدبير قاري ثم وتدبير كوني Le Maroc organise cette année a co-présidence avec l'Allemagne ce forum qui marque la fin de destruction et de consultation sur l'adoption du pacte mondial sur la migration sûr et ordonné donc dans 2 jours les chefs de l'État les chefs du gouvernement le ministre des Affaires étrangères de certains pays vont ratifier ce pacte mondial ce pacte mondial est le flou de de la société civile du gouvernement membres d'État des nations unies qui sont soumis d'accord pour adopter ce pacte mondial nous vivons aujourd'hui aujourd'hui nous vivons aujourd'hui l'année dernière de l'Université mondiale de l'Université mondiale de l'Université mondiale de l'État le pacte mondial de l'État des autres pays de la France et du acte mondial de l'Afrique de l'État de l'État de l'État المنظم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغرب المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة شهيدا لقاشات معمقة حول قضايا الهجرة والمهاجرين بحضور شخصيات وازنة مغربية وأرمانية تمثل مختلف الفاعلين والمهتمين بمجال الهجرة على المستوى العالمية إضافة إلى حضور بعض الدول الأفريقية دمنهم خبراء وبرلمنيون وبعض فعاليات المجتمع المدني كما أن المغرب سيصدف بداية الأسبوع المقبلة التوقيع على المثاق العالمي للهجرة